يا اهلا بيكم واهلا بالاجواء الخريفية الجميلة وحشتوني جدا جدا يا رب كلكم تكونوا بخير تمنوني عليكم فيديو النهاردة من الفيديوز اللي ببقى مستمتعة جدا وانا بحضرها وهي مهمة جدا جدا في اجابة على تساؤلات كتير بالدور في زهن حضراتكم من المتابعين نظام الطيبات واللي عايز برضو يعرف معلومات يدخل الفيديو ده بما ان هو بقى فيديو مليان معلومات كده ونصائح وحاجات كده تدخل في الدماغ بسهولة وبيسروا نفهمها كويس جدا فنحضر فينجان القهوة ونركز في كل كلمة في الفيديو شوفوا معايا للنهاية انا دينا ودي قناتي دي هوم هنصالي على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام في اسئلة كتير من بنات هنا معايا متابعيني في القناة بيسألوا ازاي نزيد في الوزن واحنا منزيدش في الكرشف في نفس الوقت وكمان عشان نزيد في الوزن ازاي نتعامل مع الانسولين قم قريت الاسئلة دي افتكرت جملة دكتور دياء ويقول انتو حييجي عليكم وقت مش هتعرفه تتحكمه في الخسسان هو قال ان الجسم بيرجع لطبيعته اللي ربنا خلقها عليه ومحدش ماشي على النظام صح الا ولازم يخس لو مخسش يراجع اكله وتطبيق النظام انا يعني بقول نصيحة ان طالما مرتاحين في تطبيق النظام تيقلي كده ان زيادة الوزن مش هتكون ميزة نهائي اكيد طبعا من خلال فيديوهاتي السابقة قلت ان الممنوعات اللي الدكتور دياء مناعها بتعمل زيادة في البطن وفي الكرش وبتزود الانسولين وطالما فيه انسولين زيادة هيبقى فيه زيادة في الوزن وزيادة في البطن لان الممنوعات دي بتقعد في الاسنة عشر فترة طويلة وعلى اساسها بيطلع انسولين زيادة في الجسم عايز افكركم بزيت الزتون لازم تاخدوه يوميا معلقة كده مثلا او معلقتين على شوية مية بعسل او على شوية مية بيبقى حلوة قوي يعني الدهون المطلوبة معانا من الخمس طيبات الاساسية اللي موجودة ما ننسهوش علشان برضو هو له فوقت كتير قوي للجسم وإحنا ماشينا على النظام باخدهم اللي اتنين مع بعض علشان يعني اريح نفسي وخلص نفسي عشان ما ننساش حاجة لان برضو السكر من الاساسيات ويندلك تحت السكر برضو العسل سواء ابيض او اللي هو العسل الاسوح باخدهم هما الاتنين مع بعض وبرضو بيبقى ليهم فايدة برضو لعلاج الامساك طبعا مع الدهون اللي هي بتاعة اللحمة او شربة عظام البكر والله اي نوع زيت زتون حيبقى مفيد معانا يعني مش شرط زيت زتون غالي يبقى هو ده اللي مطلوب معانا في النظام مفيش انواع معينة ومفيش يعني شركات معينة يعني مطلوبة معانا ان احنا ناخد من عندها او ناخد منها اي نوع زيت زتون حيمشي معانا ان شاء الله ده حتى الدكتور بيقول زيت العربيات لو جسمك امتصه واستفاد به هيبقى برضو مناسب فما نفكرش بقى نقول ان زيت الزتون ده رخيص مش هينفع ان احنا ناخده لأ ينفع برضو ناخده مفيش اي مشكلة وزيت العربيات ده يعني ده مجازا يا جماعة تمام؟ احلى بقى فينجان قهوة او كوباية قهوة بشربها الصبح بتفوقني كده وتخليني مقبلة على الحياة حاجة جميلة جدا القهوة دي يعني بس احنا طبعا ما نكترش منها لانها برضو كترها مضر وده قاله الدكتور دي العواضي بنفسه يعني ما نكترش من حاجة حتى لو كانت مسموحة قلولي بقى انتوا عاملين ايه وإيه اللي واقف معاكم في النظام الطيب يعني نوع توست معين مش لقيينه حد داخل جديد ومش عارف نوع توست بتاعه ايه فياريت لو ماشيين طبعا على النظام من فترة وفيه توست معين في بلدكم مريحكم ياريت نكتب في الكومنس علشان كلنا نستفيد واي حد داخل جديد النظام يقرأ الكومنس ويعرف وانهي توست مناسب في البلد اللي هو فيها ده طبعا بتكون من تجربة غيره وانتوا طبعا يعارفين من زمان يعني يمشيين على النظام من زمانه وبتاكلوا التوست ده انا مش عارفة بقى ايه اللي حصل يعني مش هو المفروض صيف وبعدين خريف وبعدين شتاء انا حاسة كده ان الشتاء دخل على طول او مثلا الجو سقع فجأة فين مثلا الخريف فين واللبس بتاع الخريف اللي بيتلبس يعني انا حاسة كده ان فيه سقعة كده هجمت في مصر وهوى سائع فعلا يعني الجو ده خلوا بالكم برضو من نفسكم الجو ده يعني يمرد فخلوا بالكم وقفلوا بقى كويس والبسوا حاجة كده تقيلة شوية علشان ما تتعرضوش للبرد الايام دي واي حد اتعرض للبرد في الايام دي فالمسموح معانا في النظام اللي هو التابلت اللي هي كونجستال او البنادول الازرق هما دول بس اللي قال عليهم دكتور ديو ان هما ممكن يستعملوا في البرد وممكن لو عايزين تشربوا اي بقى عشاب سخنة ممكن طبعا انها تنفع معاكو بس بعيدوا طبعا عن البرتقان واللمون ما فيش حاجة منجي طبعا بتتاخد نقول عشان البرد مثلا ولا حاجة لا هي ممنوع معانا ومش مسموح معانا خالص حتى فيتامين سي بشكركم جدا على كل تعليقاتكم الطيبة اللي كتبتهالي على فيديو الحواوشي انه هو عجبكم مبسوطين قوي بالاختراع ده على اساس انه هو مسموح معانا في النظام بالتوست بتاع ريتش بيك ما تعرضناش ان احنا ناجن ولا نغبز ولا نستخدم اي نوع من انواع الدقيق فانا كمان بشكركم قوي على كل تعليقاتكم الحلوة دي لو معايا لسه لغاية دلوقتي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوه اشتريت سلامي وشوية كده مشتريات ان شاء الله بقى هعمل لكم شوية اكلات حلوة قوي باستخدام بقى الحاجات الجديدة اللي انا اشتريتها دي من السوبر ماركت طبعا كل المشتريات دي باشتريها من المسموحات حتى كان فيها علبة مربة او برطمان مربة ده بيتاخد مثلا مرة في الشهر ويبقى موجود مثلا في البيت وخلاص الانسولين بقى لما بيطلع بيطلع بمدة وكمية معينة على حسب نوع الاكل اللي احنا اكلناه وموجود في منطقة الاثنى عشر طيب لو في بقى اي حاجة من الممنوعات هياخد وقت طويل في المنطقة دي اللي هي الاثنى عشر وفي باقي طبعا الجهاز الهضمي ليه؟ لان هضمهم بيكون صعب قوي قوي وبيلزقوا في المكان ده وهيفضل البنكرياس يقعد يفرز في انسولين بكميات كبيرة ولفترات كمان طويلة جدا لكن مثلا الحاجات المسموحة معانا الاكلات اللي مسموحة اللي مش كلها طبعا بتكون بتريحنا لان فيها برضو حاجات بتتعب السكر مثلا والرزح بيدول سهلين قوي في الهضم الانسولين بيطلع عليهم على هيئة بخات بسيطة كده وفي الوقت ده بيكون مستوى اقل من الانسولين موجود في الدم يعني مثلا نقود المسموحات فيها اللي يعدي وفيها اللي مش بيعدي ده يعني على اساس تعامل الجسم مع الاكل اللي داخله ده حتى لو من المسموحات يعني فيه اللي بيرفع الانسولين زي مثلا المربة والالياف والفواكه اللي موجودة معانا عشان كده لازم نكون حذرين جدا واحنا بناخدها وفيه مش بيرفع الانسولين او يادو كده يطلع حاجات بسيطة زي الدهون والعصائر المعلبة اللي هي طبعا عبارة عن مياه بسكر عصير القصب اللي احنا شايفينه ده لازم كلنا ننتبه برضو ونعرف ايه بندخل ايه للفم يعني اي حاجة بتدخل الفم في الوقت ده بتطلع انسولين بس طبعا حتى لو شرب المياه بيخلي الجسم بيطلع انسولين بس مش بيزيد من افرازه يعني اللي عشان الدكتور قال افراز الانسولين في حالة شرب المياه بيختلف عن افرازه لو كانت مثلا واجبة فيها توست ورز طب احنا دلوقتي عايزين نزيد مثلا في الوزن من غير ما يطلع علينا كرش من الانسولين هنعمل ايه اولا طبعا لازم نبعد عن الممنوعات تماما يعني ما نفكرش كده انها تدخل في جسمنا نهائي لانها في الوقت ده هتوعد في الاسن عشر فترة طويلة والانسولين هيطلع فترة طويلة زي ما قلتلكم كده يحصل كرش اساسا اللي عايز يزيد في الوزن ماشي بيزود رز وتوست ده كلام الدكتور وقال ما يصومش وايه كمان انا بقى بقول لكم ان انتو تكلوا مثلا واجبتين مشبوعين لغاية يعني ما تحسوا بالشبع تماما وتخلوا في النص كده حاجة بسيطة ما يطلعش عليها انسولين آآ كتير زي مثلا قطعة شوكولاتة آآ شوية عصير او تمر تاكلوا برضو لغاية لما تشبعوا يعني حاجات بسيطة كده انتو عارفين طبعا هرمون الانسولين هو هرمون آآ تخزين الدهون بس نصيحة يعني مني بلاشت قطري واجبات كتير عشان ما تتعبش الجهاز الهضمي خليهم وجبتين والكمية تكون كبيرة وتشبعك جدا يعني مثلا أربع توستات مثلا في الفطار طبق كبير قوي رز وجنبه مثلا بطاطس محمارة او مثلا اي حاجة من اللحمة محمارة مثلا او سمك بحر مرة كده في الشهر او تونة ومع وجبة الفطار او الغداء خدي لك حتتين بسبوسة كده او حبة لب سوري يعني وخلي بقى ما بين الوجبتين دول حاجة خفيفة كده علشان الانسولين ما يزيتش وميعملكيش كرش والوقت ده بقى نقدر نقول رسالة لدهون الجسم الحشوية ودهون الكرش يعني رحالي كده مع السلامة وكلنا ننتبه جميعا للطريقة دي ممكن ان الكرشنا ما يظهرش ولا بطننا مع زيادة الوزن وهتكلي كميات للشبع لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوله لايك وشير واشتراك في القناة باي باي حلوين